السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله مرحبا يعني اول حاجة انا عارفة بانه اي حاجة بغالنا الله يعني السيار اللي احسن السيار والسيار بيالله تبه انا وزعه اكيد لعم بقل مو انا المشكل اللي عندي هو انني انني انا واحد الانسان يعني عندي واحد الامنية بحياتي ما نطلب شي حاجة بحياتي في kwch3 دولة فا انا يا طائرة مشي شو فدا لجع مغانية ايا مع ما نطلب يعني ش ش ش بدي عندي الفلوش اللي بغد الفلوش ولي عن الدول ش ش ش ش ش ش كل ما زاياش انا لام معنا امني في وحدة ايه انا نه مو Sindic مو معنا نو onos اي يعني حالبان انه كنبعد و assumptions كنبعد كنبعد distances كنبعد كان بعيد واحد درجة كبيرة وكان قدر معا سيدر بجيب حلي يربط مش لي بحلي قدر معا واحد الإنسان عادي حلي كان بغن فعله وانا راني عارفة سيدر بفراسة مني بلا منه در ولكن يعني بقوت انني بغى ذاك الإنسان تنظلوا يا ربي انا رأيي تعود غشع فعليك ما غيرينيش بحل انني بغى يعني الفرحة دي الكبيرة هو انني يكون معايا ذاك الإنسان انا مبغاش تعود انه يكون واحد الإنسان اللبس عليه ولا تنوستش ما غادش يفرحني نحن الإنسان لما كان بغيش مبغاش نحن مبغاش عيشة كبيرة بغي إنسان فن أنا بغية ومرتحة معا سمتك وفنسلوك يعني آه ممكن يكون كان قوله يربي السجد آه يربي يقدر يكون ذاك الإنسان ما فيش خير ولا يمكن عنده عنده معاصر ولكن انت أنا عندي دونف عندي معاصر مش كاملة اثنا يعني كما هو عنده معاصر دونف بدأنا عندي معاصر دونف وقدرون زعميلة جمعنا وقدرون شيء يطلح شيء بدأ المشكلة بطريبا وأنا يعني أنا مصر على هاد الأمنية فنسيني نعم في الهيسان مصرّة بزاق وش هذا زعمل بحلي كانت عاني دماغ تترضي أنا الفكرة اللي عندي في دماغي كنقول كنقول بطريبا بطريبا يعني ما قدرش نشيدة بسكرة مضمارة تجيوني تجيوني ناس نزوج بطريبا ولكن مثلا القاشرة سأنني مرتاحة نعم ما مثلا القاشرة سأنني قاد بنزوج تجيينسان مثلا عرفو سلا يزوج عادو نعم بطريبا والله يجب تجيوني خذ الأمنية أنا ما ما قدرش نتخلى عليها الله يكمل لك رجاء ابنت يارب ما زالت نقوله يارب ولكن للآسف ما زالت ما يعني نرا سنوات ما زالت تنس ناش حاجة ما عارف الزنوش أنا أنا بك نتعاني بمعث دربي أنا ما نتعاني بش نعاتي بربي حاش أولي أنا تنقول يا ربي أنا لش ما قدرش نتخلى لها بالأمنية أنا عارف أنت قادر أقول شي وقادر ساعتين هات اللي بغ أنا أنت قادر ساعتين أكيد أكيد بنتي أكيد الله يحفظ إلا ما يحفظ الله يجز باخر يا بنتي أمي حافظك الله ورعاك بارك الله وفيك بنتي أولا الجانب العاطفي هو شيء مركوز في النفس البشرية أربي عز وجل لما خلقنا جعل فينا واحد جوانب عاطفية كل عنده العاطفة قوية بركانية وكل عنده العاطفة عقلانية كي يحكم العاطفة دياله وكل هو مسكين محكوم بالعاطفة دياله هذا خلق الله أربي بشي يكون من نصيب دياله لكن كنبغي نخل لك بنتي هو أن الزواج هو يبدو في ظاهره اختيار نساك يختار لك شي اللي يبغى لكن الحقيقة الحقيقة لكن في النصوص الشرعية وقد تكون هي شيء واضح وأكيد وهو أن الزواج وقدر وقسمة ونصيب محتوم يعني في السماء قبل ما يخلقنا الله تعالى كل واحد فينا عطاها النصيب دياله يعني كم من شاب بغي بغي واحد شاب وما وصلش لها وكم من شاب بغت واحد شاب ما وصلش لها يعني ممكن تقولي واحد 95% يعني يعني مشي إحصاء رسمي وإنما ده غير تقدير 95% من ناس اللي مزوجين يعني كل واحد فيهم ربما كتجيه مرة مرة يقول لو أنني فعلت كده لما كان لكده ولولا كان خصوصا لما كتقال حسيكاك دل حياة الدنيا وكيقع النزاع والخصان كيبدل الإنسان يستعرض تاريخ حياته يقول لو اخترت فلان لكان وضعي أحسن لو اخترت فلانة لكنت في وضعي أرحم هذا هذا الدنيا هي خلق الله للإبتلاء يعني من تسنوش في الدنيا اللي بغي نغى نحصل عليها الدنيا هي دار عمل وابتلاء حتى الأخيرة الأخيرة هي اللي هي دار جزاء الأخيرة квبيل العطاء الأخيرة ما فيش دخطية ما فيش دعاء الأخيرة هي فيها اللي يبغي يعطيك الله واحد للحاجة اللي كتقول افعل يفعل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين هذه الأية هي المفتاح للأهل الأخيرة كتقول سبحانك اللهم اللي بغي كتحصل دك الشخص اللي بغيت زوج به كتقول سبحانك اللهم كي حضر عندك الشبيك اللي بغيته بنيدك اللي عجبتك بغيت قصور بغيت ترجع للماضي بغيت تبشي للمستقبل بغيت رحلة عبر الزمن بغيت اللي بغيت كتقول سبحانك اللهم غير قتقولها في الآخرة كتحضر ديك السع كتر من خاتم سليمان وكتر من عصى موسى سبحانك اللهم كتحضر وملكة سالي دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين أما الدنيا هي ربي خلقها من الأول واخبرنا بأن ما شاء أي حاجة بغناد القوى فيها وإنما غنقنع بما قسم الله لنا ليعطىها لنا ملانا نخضها الرضا الرضا بما قسم الله تعالى ليعطىها ليش حال من واحدة بك سلعفنا الآن شحال من المتزوج ربما غير سعيد مع زوجته وشحال من المتزوجة غير سعيد مع زوجها وشحال من واحدة يخدام في واحدة الوظيفة غير مرتاح فيها وشحامل واحد داخل واحد تجارة ما كاشكت منها وهكذا الحياة الدنيا هي خلقها الله تعالى وصممها وبنها على النقصان علش بنها على النقصان حتى لا نغتر بها حتى ما نبقوش دائما مع هذه الدنيا فاللي بغنا نقول لك ابنتي أميمة وهو استمر في الدعاء لعل الله تعالى بغي يسمع الدعاء ديلك رملك يدعي الإنسان كي عاود يدعي جبرايل اللي هو معنا وكي سجل بعد المرات كي يقول جبرايل يا ربي هذا الإنسان رب قد 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 لعل ابنتي أميما ابنتي دبال في المناجئة ديالك مع الله تعالى ركي غير توصل الى واحد المقام وصلوا للصالحين والصالحات عداد ديالناس من اللي ربي ما كيأتكش واحد الحاجة وكتبقى كتدعي اليوم وغدا اليوم وغدا وسجد واقترب خصا الدعاء توطد العلاقة مع الله وكتبقى عندك المحبة والمودة بالله أعطانا الله واحد المثال جال سيدنا إبراهيم لما رزقه الله بالمولود إسماعيل وسيدنا إبراهيم كان عاقر كان محروم المحروم صعيب لكن من اللي كبر وهرم عاد عطاه الله تعالى واحد المولود جاوز 92 عام عطاه الله واحد المولود تصور هذا كتب والد الشوك كيكون فيه الشوخ الكبير فتعلق إبراهيم عليه السلام بالمولود دياله إسماعيل تعلق تعلق كبير أي واحد كبير في السن وعطاه الله مولود صغير قد لقى كيقعد بحله به كيقعد فرحان به وخيف عليه وكيبغيه وكيأنقوه كيبلي الدنيا كلها الله تعالى بغي يقول لي يا إبراهيم ربك هو أعز وأكرم لك من كذا فابغي يعطيه هذا الدرس فأعطاه ذلك الأمر في الرؤية المنامية قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى فعزم إبراهيم أعطى جال أمر الإلهي في الرؤية المنامية ورؤية الأنبياء حق أن يذبح فلدة كبيره لماذا؟ لأن الله تعالى بغى إبراهيم يكون لله قلبك مع الله أي نعم المحبة والحب الشي كله جميل قيم إنسانية لكن الإنسان يخلي قلبه مع الله وخلي الله ولي اختار لنا ولي اعطى لنا مولى نفس من الله وفعل خير ولو اطلعتم على الغيب لعلمتم ما فعل ربكم إلا خير أشهام الوحدة بأنادم على سخطر الاختيار لو أن الله تعالى ورك الغيب لبيلك من الاختيار ديالك كان غني يكون في متاعب أكتر اختيار الله لنا خير من اختيارنا لأنفسنا ولو اطلعتم على الغيبي لعلمتم أن ما فعل ربكم إلا خير والله تعالى لا يسأل عما يفعل وهل يسألون يعني كل ما فعله الله خير فنبغي نخلك بنتي خلك في الدعاء مع الله قل يا ربي اكتب لي هذا الإنسان يا واحد يا أحد يا فرض يا صمد اكتب لي يا ربي زوج وولد من هذا الشخص ودعو الله تعالى فإن أعطاك المولى بسم الله توكّلت الله أنت من السعادة إذا قدر الله تعالى أشياء أخرى نبغيك بنتي ما تحزني ما تشعري بالاكتئاب وإنما قل يا ربي أنا معك اختر لي أنا حبي لله وتعلقي بالله وهنا أتحسي يا بنتي فعلا بأن هذو كنت مولى عاشقين في الله المحبين لله في تاريخهم كتر كانت إمامته مرعب على عدوية وهذه فرصة أن الإنسان يزيد تقربا إلى الله وربي غاد يعطي لك شيء اللي يبغى غير زيد ربي يحب العبد الملح أسأل الله تعالى أن يكتب لك هذا الشخص من نصيبك وأن يرزقك السعادة والهنة عاجل غير آجل وأسأل الله تعالى لكل المؤمنين والممنات أن يقضي حوائجهم يا فالق الحب والنوع اعطي لكل منا ما نوع وفوق ما نوع آمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله